في هذه الحلقة راح أناقش معكم عشرة من أهم المشاكل اللي يواجهها متدرب اللغة الإنجليزية كلغة ثانية اللي احنا نسمي في اللغة الإنجليزية EFL Learner أو EFL اللي هو English as a Foreign Language Learner EFL Learners يختلفون ويتميزون عن كافة أنواع المتدربين والمتعلمين الخاصين باللغة الإنجليزية كافة EFL Learners دائما يتميزون بأنه عنده مشكلة اللي هو ضعف التدريب الاجتماعي أو ضعف الحافز الاجتماعي للتدريب عنده مفردات يفهم الطرف المقابل لكن عنده مشكلة في قضية تفعيله للغة في الوسط الاجتماعي الوسط الاجتماعي غير حاضن الوسط الاجتماعي بصورة عامة ما يدعم شخص يتحدث اللغة الإنجليزية لعدم أو لانتفاء الحاجة إلى فهذه القضية احنا نسميها في اللغة الإنجليزية lack of social stimulus EFL Learners often struggle with acquiring a large enough vocabulary to express themselves clearly and effectively لكن يخفى على الكثير من متدربي اللغة الإنجليزية قضية مهمة جدا أنه هذه vocabulary الآن صح يعني صحيح هي كثيرة لكن أصبحت في المتناول وعملية تحفظها والتجريب عليه هي عملية اتضامية consistent تعتمد على توزيع المفردات على شكل حصص على فترة أسابيع وأشهر ما من المنطقي أنه شخص يبدأ مشواره مع اللغة الإنجليزية ويبحث عن إتقانها في شهر أو في يوم أو في عشرة أيام خاصة إذا أنت في حالة تحتاج فيها إلى إيجادة تامة للغة الإنجليزية في الوسط الأكاديمي مثلا فبالمحصل النهاية قضية إيجادة اللغة هي قضية صبر ومطاولة وجهد وإذلال وتعب ومشقة وهي سيرة حياة نداما خلي أحكي لك هذه الجملة فأي شخص أو أي معهد أو أي كلية تقوم بتقسيم المهارات وتوزيع المتدربين على مستويات لا يعني بالضرورة أنه أنت في هذا المستوى لا مجرد الترتيب والتنظيم هذا لغرض إدارة المتدربين لا يقصد بي أنه هذا هو مستواهم الحقيقي كثير من الأحيان نضع الطلبة في مستوى متقدم ضمن مجموعة في مستوى متوسط فبالمحصل النهاية قضية إيجادة المفردات قضية تعتمد على كمية استماعك لمفردات ضمن النسق الاجتماعي والحاجة دائما ابدأ من تخصصك ركز على تخصصك في البداية وانطلق من عندها لأنه اللغة كلش انتركت وهذه اللغة بصورة عامة إذا بدأت بها من مجال تخصصك صارت عندك confidence عالي على أنه تتحدث بها ضمن هذا السياق وبعدين تنطلق وتتشعب ويصير عندك digression على majors أخرى أو تخصصات أخرى pronunciation شنو مش كالت pronunciation باللغة الإنجليزية English has many sounds that do not exist in other languages and an EFL learner may struggle with pronouncing these sounds correctly الفارق اللي نتحدث فقط ونخلي الموضوع محصور في اللغة العربية واللغة الإنجليزية اللغة العربية ما بيها نفس العدد أو نفس الأصوات بالتحديد أو بالضرورة اللي موجودة في اللغة الإنجليزية فعملية تشكيل وتهجين الصوت وتنضيجة الخاص باللغة الإنجليزية هناك 44 صوت 20 صوت vowel من ضمنهم diphthongs و trifthongs 24 consonant sounds فالمجموع هذه كلها أنا أتخيل شخص يعني مرات من المتحدثين أقول لهم أتخيل عندك آلة تعود وبيها 44 واتر وعندك آلة تعود بيها نفترض 26 واتر يهل ينطيك نوتات موسيقية أكثر أكيد 44 واتر لأنه كنت تفاوت او اي او يو هذه المجموعات الأصوات يحتاج أنه تطلع عليهم بشكل علمي لا تهتم بقضية اللكنة ولا اللهجة قد تكون مفيدة من ناحية الاستماع لطرق إذنك حتى تكون إذنك ماليبل على هذا النوع من الأصوات وحتى دهنشوفها في الاختبارات المعيارية مثلا TOEFL, IELTS, OTB, Oxford, Pearson, Pearson English Test, PTE I think they call it Pearson Test Assessment, PTA المهم هذه المجموعة الاستماع يجيب لك متحدثين يتحدث Canadian, Australian, American English, English English هذول حتى يشوف هل عندك إمكانية تفريق فيهم لكن كلكنة لا تهتم بها يعني حتى الدروس اللي تتعلق باللكنة ما نصحك يعني تركز عليها لأنها أصلاً ما تدخل في تقييم المستوى يعني شخص يتحدث بكمية مفردات عالية وبأكسنت هندي أفضلة على شخص يتحدث مفردات قليلة بأكسنت أمريكي بصورة عامة أعيد شخص اللي يتحدث بأكسنت هندي وعنده مفردات أكثر أفضل من الشخص اللي يتحدث بأمريكين أكسنت أو بريتيش أكسنت وعنده مفردات limited يعني هذا عنده scope of movability أعلى عنده قدرة مناورة أعلى المانوفرابيليتي مالته أعلى فبالتالي راح يكون عنده إمكانية الحديث في طيف واسع يعني من المفردات فعنده spectrum of talk كلش عالي فهذا قضية pronunciation فكتيب بسيط مثلاً American accent training British accent training صحيح العنوان يكون tricky لكن طبعاً تسويق مهم بي لهذا الغرض لكن راح ينطيك في صلب الكتاب وفي محتوى الكتاب كل هذه الأربعة واربعين صوت تدرب عليهم لفظاً اللفظ أنصحكم تشوفون فيلم Whiplash هذا الفيلم تحدث عن طريقة التدريب بحيث العازف تبدي إيديا تدمي من كثافة التدريب علي فنفس الشيء في اللغة الإنجلزية لازم تخلي حنجرتك متدربة ومتعبة ومرهقة لفترات متطاولة حتى ينضج بها هذا الصوت هذا الصوت ما ينضج نظرياً اللفظ هو لفظ أنا من دا أقول لك لفظ يعني pronunciation يعني action يعني mechanical training مو دا أقول لك مثلاً linguistics علم اللغة لا لفظ pronunciation هذا الكلمة تحسها active dynamic بها دينامية فلهذا السبب لازم تدرب على اللفظ بهذه الطريقة أنا دائماً أذكر خطاب دانزل واشنغتون خطاب التخرج دا يقول في الخطاب زوجته قائلت له في أحد المرات قائلت له to get something you never had you have to do something you never did أعيد to get something you never had you have to do something you never did أعيد to get something you never had you have to do something you never did الفكرة من هذا أنه حتى تحصل على صوت ناقي وجميل في اللفظ لازم تسوي شيء ما سويته سابقا اللي هو تدريب أكثف تدريب أقوى تدريب أفضل نأتي بعد ما ننتقل من حلقة pronunciation إلى حلقة grammar شنو عدنا مشكلة الإيفال ويالgrammar grammar can be complex and confusing EFL learners may struggle with mastering the rules and structures of the English or of the language مشكلة grammar هو ليست في grammar هو في مدرس grammar أو في مدرس English اللي يدرسك نقطة راسطة فالمشكلة هي عبارة عن 50% مشكلة نفسية اللي هو وصمة grammar خلينا سميها grammar stigma والخمسين بالمئة الأخرى هي الوسط الاجتماعي اللي يكرهك باللغة الإنجليزية خاصة في المجتمع العراقي فالفكرة أنه إحنا ما نكره القواعد إحنا نكره مدرس القواعد إحنا ما نكره المادة نكره اللي درسنا المادة خاصة المتدربين والطلاب فتلاحظ أنه أكاد أجزم لكم كل اللي حتشيت معهم اللي عنده فوبيا من grammar وعنده grammar hate syndrome متلازمة الكراهية للقواعد ليش؟ لأنه ذول كانوا مدربين تحت وطأة شخص اسمه grammar nazi شخص ذول النازيين القواعدين ذول أشخاص ما يخليك تحكي جملة إذا ما وقفك وقال لك لا لا تحكي هيت قول هيت قل كذا ولا تقول كذا فهذا يخلي عندك يعني عبارة عن checkpoints checkpoints اللي قبل لا تدخل بغداد تكرهك بالرحلة واللغة هي رحلة وليس destination وليس نقطة وصول grammar هي رحلة نجعل grammar إحصائيا ذول الأزمنة present simple, past, present perfect and future هذول الأربعة يشكلون أكثر من 70% من اللغة اللي يتحدث بها الناس ويكتب بها الناس باللغة الإنجليزية هناك 12 زمن تام وناحية نسميهم 10 and aspects اللي نحتاجهم فقط هما أربعة من هذه الأزمنة الكلية فبالتالي مو ضرورة تركيز على هذه الأزمنة قاطبة وتجديد القبضة على المتدرب حتى يجيدهم كلهم ما يحتاج يجيدهم يحتاج يكون عنده فتش يسمى visual recognition اللي هو التعرف الشكلي الصوري لهذا الزمن ما يحتاج يكون هو professional فضخ كمية كبيرة من التدريب القواعدي بدون تفعيله محادثاتيا ما إلى أي جدوى فنصيحتي دي المدرسين اللي يشدد على قواعد وأنا أعرف أنه قضية المنهج قضية طبعا شائكة ما رح أدخل بيها لأن تدخل بيها توجهات سياسية ونقد سياسي ولجان وكذا ووزارات فما أريد أدخل بيها لأنني دي نحاول نقدم نموذج والعقل الراجح العقل اللبيب دي يشوف النموذج اللي يدرس في الصف والنموذج اللي دي يقدمه بعض المدرسين اللغة الإنجليزية اللي ممكن أعتبر نفسي واحد من عندهم والطالب المتدرر بيشوف ويحكم عقله إذا يقول له أنه أنا إذا أفهم على ياجه فإذا فهمت علي فبها ونعمت إذا فهمت على المدرس اللي دي درسك في الصف هماتين فبها ونعمت المهم الفكرة كيفية تفعيله في الوسطة الاجتماعي كيفية تطوير محادثتك هو الفيصل المهم اللي لازم تهتم به وتركز عليه بالتحديد فقضية إيجادة القواعد غير ضرورية مئة في المئة لكن حري بي أن أذكر أنه كمختص ماجستير ودكتورة لا هذا استثناء لهذه القاعدة There is always an exception to the rule هذول لا هذول يطرقون بالقواعد ليلا ونهارا حتى يفهم الأجزاء المهمة وتركيب اللغة حتى يكون مختص لأن هذا مختص فعملية تدريب المختص تختلف تماما عن عملية تعليم المتدرب تدريب المختص تختلف عن تعليم المتدرب بعض الأحيان المتدرب يعرف ما يرغب ولا يعرف ما يحتاج فالاحتياجات شيء والرغبات شيء But there is a difference between wants and needs خاصة في مجال تدريبنا على اللغة الإنجليزية وإجادتنا إلها كشيء تكميلي وكلغة ثانية نجي على الجزء الآخر نجي على جزء listening comprehension كثير من عندنا يطور يريد طبعا هو خاطئ المسألة أنه يريد يطور سمعه بعينه يعني كيف؟ يعني ده يقول لي أني ده أشوف أفلام بس سمعي ما ده يطور أو ده أسمع أقول له شون تسمع؟ يقول لي ده أشوف أفلام Wild West أفلام الغرب الأمريكي أو ده يشوف فيلم عن العصابات أو فيلم action جون ويك مثلا إن دي حتشة بيه 300 كلمة يمكن الجزء الرابع أو أفلام ما تمت بأي صلة للواقع الحقيقي للحياة اللي هو الواقع الاجتماعي ممكن تستفيد من الأفلام الوثائقية ممكن تستفيد من الحلقات الاجتماعية ممكن تستفيد من قنوات يوتيوب لكن خليني يجيها منطقيا أنت كيف تطور إذنك بعينك؟ يعني أنت ده تشوف فهذا الكمية الصورية من الألوان راح تنطي deprioritization راح تنطي تقليل اهتمام لإذنك وتركيز أكثر على عينك صحيح هو الانبوت من العين ممكن يكون 83% من الانفرميشن اللي إذا تجينا من الانفرميشن لكن تطوير الإذن هو بالإذن عندك قنوات بودكاست راح أخلي لك روابط تستمع لها تحكي يعني عن الديلي روتين تحكي عن specializations تحكي عن القانون استمع استمع للأخبار ومن خلال استماعك أنت ما محتاج أنه تستمع لمئات الساعات تحتاج تستمع لعدد محدود من الساعات بطريقة تكرارية مستمرة استماعك لجزء قليل وتحليل أفضل من استماعك إلى طيف واسع وإهمالة أو تجاهلة أو عدم الوصول فيه إلى نتيجة مرجوة أو محددة ضمن الإحتياجات الخاصة بك إجادة المحادثة في اللغة الإنجليزية لا تعني بالضرورة أنه أنت لن تتلك ولن تتردد ولن تحرج في بعض الأحيان الكثير من متحدثي اللغة الإنجليزية هم عندهم نوع من الخجل الاجتماعي الخجل هو صفة بشرية فإحنا من أن نقولك اتحدث بدون خجل اتحدث بثقة هذا الشيء اعتبره هراء بصراحة لأنه لا يمكن المرور بدرجة الثقة بدون المرور بالفشل المتراكم من خلال تعدد السيناريوهات اللي أنت تتحدث بها وهذا يجي من تراكم الفشل دامان دينزل واشنطين يقول fall forward يعني embrace being failure يعني احتضن فكرة أنه أنت تكون فاشل لحد ما توصل إلى نقطة احنا نسميها نقطة الارتكاز من هذه النقطة يصير عندك انطلاقة صعودا إلى المستوى اللي أنت تريده فكل المتحدثين اللي يجدون اللغة الإنجليزية هو مرب بكثير من الإحباطات والفشل والخجل والتردد لحين وصوله إلى هذه النقطة اللي احنا دا نتحدث عنها هناك مقولة دانزل واشنطن طبعا لأنه أنا فترة الأخيرة حللت أحد الخطابات مالتها في التخرج فقد يقول في الخطاب يقول التالي بما معنى أنه إذا قعدت يم الحلاق فترة كافية أنت راح تحصل على حلاقة خاصة يعني فترة العيد فالفكرة شنو الفكرة أنه إذا استمرت وكنت كلش تنيشس تنيشس يعني لازق على الموضوع مستمر راح توصل إلى نقطة أوكي تتقول لنفسك أنا وصلت إلى هذه النقطة لكن هذه مرحلة الهضبة يبقى بعد عندك التوسع الأفقي من تجد تجيد العناصر الأساسية اللي تتعلق بمثلا ركاز اللغة الإنجليزية الأساسية والمحادثة والمفردات اللي خص اللغة الإنجليزية راح تبدي تتوسع نحو القانون نحو psychology نحو learning نحو education sociology والتفرعات العلمية الأخرى اللي راح تستزيد من خلالها مفردات وكمها يمكنك من زيادة knowledge المعرفة زائد زيادة لغة writing معظلة كبيرة في الوسط الاجتماعي العراقي لأنه احنا مجتمع ضعيف في القراءة فالدماغ هو عبارة عن معمل إنتاج إذا تجيب لها مادة سيئة بلاستيك سيئة أو كوبر نحاس سيئ راح ينتج لك مادة سيئة لا تتوقع أنه أنت تجيب للمعمل مادة خام سيئة ورح ينتج لك مادة بلاتنم ما من it doesn't make sense فالكتابة هي side effect of reading writing is a process but it's a side effect ثانيا writing is a process دامن كان الدكتوري قللي it's a process it's not a product ليش لأنه دامن حتى تشوف المؤلف ورا سنة ورا سنتين يعيد إنتاج وهي كالية الكتابات مالته بطريقة أنه يحسن جودتها لأنه يصير عندك crystallization يصير عندك تبلور لأفكار جديدة بالتالي ستكون مساهمة في إعادة وبلورة بعض الإجزاء اللي هو ضعيفه معدل قراءة الفرد العراقي بصورة عامة لا تتجاوز الفصل من كتاب شهريا وأني أبالغ لأن بعض الدراسات الغير رسمية يقول لك نص صفحة شهرية هذا الشيء يعني يدعو للخجر الحقيقة فقضية لأنه طريقة الكتابة أنا إذا يشوف أشخاص يكتب لي ثلاث علامات استفام أو ثلاث علامات تعجب زين ليش هذا قضية أنه يتلاعب بالنص بطريقة اجتهادية لا تعني أنه هذه هي أصل التنقيط أو الدكتيشن أو رايتنج ستايل اللي موجود اللي نعتمد على APA شيكاغو مانيول وغيرها في وسائل الكتاب الخاصة بالأطاريح مثلا إحنا أمة اقرأ لا تقرأ وهذا الشيء حقيقة كرر كثير من العلماء كرر كثير من الباحثين أنه إحنا أول كلمة نزلت في القرآن هي كلمة اقرأ القراءة تعيد هيكلة الوصلات العصبية وتقويتها ونقل البيانات والتحليل وإعادة برمجة الدماغ والتفكير والقدرة الانتاجية القراءة لا يوازيها أي مهارة أخرى بشرية في الكون القراءة ثم القراءة ثم القراءة عندما تقرأ كتاب هذا الكتاب راح ينصهر في عقلك وفي جسمك وفي سلوكك وحتى لو أنت ما تتذكر منه ولا حرف هذا الكتاب صار جزء من عندك صار ضمن كيانك فبالتالي راح يصير عبارة عن إرهاصات سلوكية تفكيرية وشيء له علاقة بسلوكك الاجتماعي فالقراءة مشكلتها هي كالتالي EFL learners may struggle to understand written English particularly when dealing with complex texts or unfamiliar vocabulary طبعا السلوك القراءة بكثرة القراءة راح يصير عندك pattern معين تفهم من عنده سياق الكلمة واسلوب الكاتب وطريقة عرض الفكرة والكلمات اللي تستخدم في الوسط أو الصعيد الأكاديمي أو الصعيد العام حيصير عندك visual recognition عليها أسرع من خلال القراءة وبالتالي نسبة استجابة الدماغ اللي response time يكون أقصر والresponse لهذه النصوص خاصة في القراءة الأكاديمية يكون شوية challenging لأنه المفردات كثيرة والنص زاخر بكثير من المفردات اللي ممكن أنت ما تكون ما تطلع عليها فيطلعك على الكم الشاع من المفردات في الوسط الأكاديمية أو الوسط العام راح بالمحصلة النهائية يكون من خلال قنوات الكتابة اللي أنت معرض نفسك إلها الكتابات الأكاديمية الكتابات المقالية الكتابات الصحف والمجلات والكتب بصورة عامة المشكلة الثامنة هي cultural differences إحنا من نتعلم لغة إنجليزية لا يمكن تعلم اللغة الإنجليزية بسلخها من الوسط الاجتماعي الناقل لهذه اللغة اللغة هي means of communication وسيلة اتصال تخضع لكثير من المتغيرات الثقافية الخاصة بالمجتمع يعني لازم تعرف كلمة تركي تعرف شنو هالوين تعرف يعني الفستفال اللي ده صير في الولايات المتحدة تعرف شنو معنى trick for treat تعرف ليش في بعض الأحيان يستخدمون مصطلحات ما لها علاقة بالسياق لأن هذا بيها cultural connotations مثلا stuck in a rut every cloud has a silver lining يعني يتحدثون عن الأبقار مثلا يتحدثون عن مصطلحات واردة من الغرب الأمريكي أو من الحرب الأهلية الأمريكية أو من المصطلحات السياسية الدارجة لازم تعرف السياق هذا السياق تعرف التقافة الحاضنة لهذه اللغة وبمشاهدتك عشر 16-20 فيديو عن الثقافة البريطانية الأمريكية السكوتلندية راح يصير عندك حس تسامحي أعلى فيصير عندك higher cultural tolerance أو تحمل أو تسامح ثقافي عالي وبالتالي ما راح تكون كلش judgmental ما راح تكون سريع في إصدار الأحكام ضد هذه الثقافة أو تلك الثقافة ومجرد أنه تفهم أنه هذا إلف certain connotational meaning أو certain cultural references وتكون كلش respectful لهذه الكulture مثل ما هم respectful to our culture نقطة نقطة تسعة هي motivation أنا لا أمن بmotivation لكن أمن بالإرادة اللي هي willingness willingness to talk willingness to communicate خاصة عند العنصر النسائي اللي أنا متابعيني هما فقط لا يتجاوزون 30% من العنصر النسائي لسبب ممكن الطبيعة الاجتماعية العراقية عدم وجود حاضنات حقيقية لتشجيع النساء على المحادثة في اللغة الإنجليزية فlearning a new language can be difficult and time consuming فقضية motivation قضية مهمة جدا willingness قضية مهمة جدا لازم تربطها بأهداف هذه الأهداف لازم تفهمها من خلال سياق عملك واحتياجاتك يعني دائما أقول لك أنت كم مختص أعرف شنو أنت محتاج في البداية قبل لتنتقل الانتقالة اللي نحن دعنا نتحدث عنها أنه أنا أريد أجيد اللغة الإنجليزية لكن ما عندي هدف مجرد أريد يعني أجيدها لا هذا مو منطقي لازم تربطها أنه أنا عندي دراسة في الخارج أنا أريد أحسن مكانتي أنا أريد أغير منصبي أنا أريد أحول أعلاتي خصص بباشن بشغف إلي هذا بالمحصن النهاية مهم جدا النقطة الأخيرة شي يسمى المقيدات الوقتية أو time constraints شنو time constraints EFL learners على ثمان عشر دقيقة في اليوم لمدة مائة ساعة رح يصير عندك انتقالة جذرية في اللغة الإنجليزية إذا عودت نفسك على اسلوب روتين يومي لمدة واحد وعشرين يوم وفق يعني بعض الأبحاث الخاصة بالتدريب السلوكي رح يصير عندك قدرة تعود و resilience والصمود ضد المشتتات وضد الالتزامات وضد المقيدات الوقتية أو المكانية أو الزمكانية فالفكرة شنو هذه عشر مشاكل رئيسية من خلال مضي في التدريب لأكثر من عشر سنوات دتاردني من المتدربين حبيت أشاركها معكم أتمنى إذا عادكم ملاحظات أخرى تشاركوني في التعليقات تشاركوني الفيديو حتى تعمل فائدة وأيضا حتى نشاركي الأفكار وي reciprocate information and eventually reach a consensus should we to see where the weaknesses are and try to bridge these gaps eventually and take you to the next level of your English learning proficiency كان وعاكم مدربة لغولية خالد نلتقي بكم في ورشة و بودكاست آخر نناقش نناقش فيه مشاكل أخرى وحلول أخرى تخص اللغة الإنجليزية رب يحفظكم ونلتقي بكم مجددا بإذن الله مجددا بإذن الله مجددا بإذن الله شكرا